وفي هذه الحلقة كانت معنا مصوراً لكي نضعه حق في الحوارد يسمى محمد حسين هذه الحلقة لديها ظروف غريبة من أول تصويرها لحد منتجها لحد ما نزلت ماذا بقى الظروف؟ نزلنا بندور على الناس فأنا خلصنا أنا تمام أنا مرضي بالله أخذته فمشي لقينا عم حسن واقف ولبس التربوش كده كاراكتر واقف فأقول له تسجل معي قال لي سجل ما سجلش ليه؟ لكن هتتكلم في إيه؟ قال له هنتتكلم عنك عنك أنت عم حسن قال لي يلا بعد أن نتكلم فأنا أسأله كذا سؤال أسألة مختلفة فأعرف بس دخلة الشخصية اللي قدامي راحة فينا فأول ما جاء سيرت مراته قال لي مراتي دي حبيبتي دي دي بتحبني قوي دي لو شفيتني بس في الشارع شوف بس هتعمل فيها إيه؟ قالت له بجد والله أنا معرفش اللي هي كانت جمق يعني كانت وقفة جمبينا أنا مش عارف فقال لي على الفكرة هيا اللي هناك دي فالتروب جد قالت تحب أن ندلها أول بس ما ندلها حصل اللي حصل كل اللي حصل ده طبيعي طلقائي يعني أنا لسه ما قلت لهمش أي حاجة هيا شافته ده حبيبي ده بقولها بتحبي ده حبيبي جد ده روحي ده قلبي وهو كمان نفس الفكرة يعني إحنا كنا دردشن قبل الحوار قبل ما هي تيجي شوية حلوين بس اللقطة بتاعت مراته هي دي بقى اللي احنا بندور عليها في شهران يعني إحنا دي اللي احنا كنا متفقن عليها هي دي شهران فعلا فتكلمنا عن مراتك كده دي دنيتي دي حبيبي دي دنيتي دي هو حياتي كلها بحبك يا حبيبي حياتي كلها هو اللي مربيني ومخلفة منه وثلاث بنات دور وانت تقول لها ايه بعد الوقت أنا بقول لها ربنا بتيك شر المرض مرض يا حياتي unbelievably طل يا حياتي كلها بنات دي دنيتي دي دير برنامج دي جيتل من برامج دي أم سي بالظبط والله النشاط هايل نحن في البداية قد وقمت على ساتة سبعة شهور وقمت بها برامج قطيب نشاط ولكن كل هم مكتوبين على الورق لم يكن هناك شيء تنفذت وتأجلت فكرة برامج الديجيطال دي ام سي دي فترة وعندما جدت أستاذ الهام السهلي بقى طبعاً ادتنا دفعاً ادتنا الفرصة ان احنا انكارية البرامج ونشتغلها قريباً فعملنا سبع برامج لحد دلوقتي يعني عندنا على دي ام سي بيتاريت سبع برامج اليوم علاقة بالديجيطال بس ما بينزورش أصلت الفيديو ايو ايو انا بتابعها ونقلة ما احلم في السوشيال ميديا أو مصورة أحلمة في السوشيال ميديا كمان فكرة البرامج جتب سبع برامج كل برامج فيهم له فكرة مختلفة تماماً اي اي او اي اي او يعني من أحلى الحاجات التي نعتقدها في فكرة الديجيطال بتاع دي ام سي برنامج من شوارينا ده يعتبر أكثر برنامج بحق مشاهدات علشان زي ما قلت الحاضرتك هو كل الحلقات بتاعته الناس اللي بتفرج عليها أنت بتحس ان الناس دي بتشوفيها طول ما انت عشي يعني هي فكرة كمان أنا في أواق كتير ممكن أسيب عربيتي وانزر أذهب للشغل عشان أركب مترو أو أركب مواصلات تحديداً عشان بحاول أشوف بحاول أبص على الناس بحاول أبص على الكاركترز الموجودة في الشارع بحس أن كل من قدم في الشارع ماشي عندنا هنا ممكن يطلع منه قصة وحدود عادنا شوية عبالما نختار اسم البرنامج خطرنا الأول كلمة وشوش بعد كده عادنا لحد ما في الأخير وصلنا لكلمة من شارعنا أول حلقة البرنامج نزلت عملت حوالي 6 مليون مشاهدة أيوة كانت فيها عام حسن لا عام حسن ده كان الحلقة تقريباً رقم 11 عقيرة تقريباً فعملنا في دون الماشين بقى بنفس السلسل ده كده كلما بنزل حلقة نلاقيها عملت 5 مليون 6 مليون طبعاً بقوش يعني في الموضوع ده هو اللي كان بيختار الكاركترز عام حسن معدل 25 مليون لحد دلوقتي يعني ما هو من جماله ربنا بريك لك سيتي كله الله يا عم حسن من جمالك أنت وستهو وأنا كنت متمنى تمنى من ربنا إن أنا قابلك وأشوفك يا حبيبي ده شرف ليه؟ الله خليك كنت متفرج على التريبيزيون لازم عايزة أشوفك وبصلك وحقق منك ربنا يخليك يا عم حسن أو الله العظيم فأنا لو لحظة وأنا بنزل بيقى جحك ببيقى سميت بالعربية ليد أول ما بجي يعني بنزل الساعة 7 الصبح نوية بقى عادة على ترابيزة مناديل على باب الشارع وأطلع أنا بقى بالإيه بالكهك أسرع بيه شارع عبد العزيز والموسكي والحيتة دي باجي ساعة أولا كمال سنة من 7 إلى 11 أو 12 بالدهر أول ما تشوفني جاي بالعربية أعداكي يعني زي ما الأستاذ مصابها بيقول ترح واخداني بالحدة أكني جاي من الصعادية أيوة يا حبيبي تحضنني بالحدة إيه مش كده؟ ستهدى تقولي إيه للناس الزعلانة اللي هي مبوزة على طول محدش يزعل يزعلوا ليه؟ عشان إيه؟ نازلين تعملوا حلقات تانية إمتى؟ ولا هتعملوا إيه اللي في دماغكم؟ يعني إحنا في دماغنا دايماً بندور على يعني هو اللي في دماغنا إن إحنا ندور على النس المصريين فعلاً على وشوش الناس زي ما علي قال بننزل كل فترة يعني كل أصبائن ولا حاجة بننزل نصور شوية متاريا الحلوين نبدأ بقى نفرغ الماتيريال دا ونطلع فعلاً الوشوش والأسئلة اللي الناس بتحبها ناس زي ما بتحب الحب يعني اللي احنا اكتشفناه أول ما تجيبي إسيرة الحب للناس لأت ناس بتدي الناس عاوزة تسمع عن الحب وبرضه بالحاجات اللي الناس بتحب تسمع قوي لما تكلميه عن الأب والأم يعني الحتتين دول الناس فعلاً بتديك فيهم أساسة لهم قوي جداً واحد عاوزة صالح واحد نخلي صالحه واحد نفسه يقول لمامته أنا بيحبك وهو مش قادر يقول لها وش في وش ساعة دي احنا بنحب حد مش قادرين نقول له أنا بيحبك والله فنحنا بنطل له الفرصة اللي هو يعمل ده لدرجة اللي هو في واحد يعني بيقول له نفسك تحضن باباك ومامتك قال لي ياه ده أنا اتمنى قوي بس حاجة ما حصلتش من ون صغير فهو بيتمنى أمنية هو مش عارف يعملها فهما لما يشوفوا حاجة زي دي هما أكيد مش هيصبوه من حضنهم أصلاً هو بيطلح حاجة هو مش عارف يقولها لهم وش في وش احنا بنخليه فعلاً هو يطلحها من قلبه لأهله أو لأي حد عاوز يصالها طيب الإدارة اللي انتو بتشتغلوا فيها اعتقد ان هي مديالكو مساحة انه انتو تنزلوا تكتشفوا بنفسكو يعني قصدي ان انتو ما عندكوش سقف أو حدود في مسألة اكتشاف العنصر الطيب في الناس مش كده طبعاً تحكولي عن الإدارة دي هي أستاذة إبراهامي السهلي رئيسة الشبكة يعني احنا حطين معاها بلان ان احنا المشروع بتاعة ديجيتال الخاص بقناة دي ام سي دا نحاول نطور فيه على سكيل كل البرامج مش برنامج من شارعنا بس يعني ازي ما قلت حدودك عندنا سبع برامج في الجوة البلاتفورم التعتبر يعني فبنحاول على قد ما نقدر ان البرامج دي نطور في كل البرامج يعني برنامج من شارعنا اكتر برنامج يحقق مشاهدات عشان هؤلاء قريب من الناس لكن عندنا ست برامج تانيين كلهم على اعلى مستوى عندنا برنامج لأساس سناء منصور عندنا برنامج لأساس جاسمنتها يعني البرامج دي كلها بتحقق مشاهدات بردو كبيرة على البلاتفورم يعتبر فكل يعني البرامج اللي احنا حطناها ان احنا نطلع بمحتوى يليقب بقناة دي ام سي بشركة المتحدة طبعا بالخدمات الاعلامية ان احنا يبقى عندنا محتوى ديجيتال محترم وفي نفس الوقت قريب من كل الناس اي حد ممكن تفرج عليه كل الاعمار تتفرج عليه برامج بتناسب كل الفئات وبعدين بيجي لكم الفيد باك يعني انتوا تقريبا زي المسرح يعني المسرح احنا كنا دايما نقول نحنا بستناش رأي بعد تعبير عن الاعجاب متأخر قوي لكن المسرح تلاحظي فانتوا حتة السوشيال ميديا برضو اللحظية جيمة بتشوف على طول السوشيال ميديا الكومنتز واللايكز اللي بتحصل على الفيديوهات اللي بتنزل والحلقات بتديكي فيدباك زي ما حضرتك بتقولي في نفس الوقت يعني الناس بتدخل في الكومنتز كل واحد بيقول رأيه بصراحة كل واحد بيكتب اللي هو عايز يقوله حتى لو حد تعرفي تشوفي الناس أصلا شايفة الموضوع ازاي شايفة البرنامج ازاي شايفة الفكرة زيت نفسها ازاي ممكن انتي التواريه بعد كده ازاي فلا السوشيال ميديا طبعا لحظية في كل حاجة حتى فكرة الترند ان الفيديو بتاع عم حسن لما نزل اه انا حتى لما بصيت على موقع اكس تويتر سابقا يعني لقيت الفيديو ومحقق انتشرة وريتش فظيح حتى مش هنا في مصر بس حتى بقرة في الامارات ايو ايو انهم زي الامر لتنين ربنا رميك سيتك جدا والله يا عم حسن زي الامر ربنا بريك واحدة بالأيدي بقى خبطت فيكي حبيتي ربنا يبارك لك يا رب ربنا يخليك ويقدرك ويساعدك يا رب ويبعد عنك كل شيء وحش امين يا رب العالم ربنا يترامك ويقعد عليك الايام بخير الله اجرى ياريت ياريت ان شاء الله امين يا رب نورتوني مرسي نورتيني يا بيضع